الخبر اول اللي عادنا عن اسو بعد من نزلت هذا الستوري اللي كانت دتالي من خلاله انو كش هي مسويته وكلش متحمسه ولكن من نفس الوقت هي خايفة انو تشاركنا بيه في اليوم تصدم المتابعين يا حبايب بعد من نزلت هذا الستوري اللي كان واضح انه يمسوية عمليات خشم او عملية التجميلية دتالي من خلال انو رح تنزل المقطع اليوم رح نفتهم بيه كل شي تقريمه على الساعة بس تكتبونه بلكومنتاج قيمة حمسين وشو تقعون اسو مسوية ننتقل حاليا نورمار وقمر الطائي يا حبايب بعد من شاله الفونو عن بعض الى ما حطلع واضح شو اللي قاعد صير ولكن يا حبايب المتابعين حاليا قاعد تهجمون على نورمار بعد من نزل هذا المقطع وهي اللانا قاعدين ندركسوني بعض ويسوون تكتوبك على اغنية معينة هو من الكومنتاج اللي يجدتين للاشياء الفولو عن قمر الطائي ونده تجمع عليها وعلي اللانا يا حبايب ولكن المعلومة بس اكو شغل لازم نوضحها انو نورمار مو هو اللي شال الفولو وانما قمر الطائي هي الشالت بالبداية في النور هم شال الفولو وراها اكو كتوب من الكومنتاج استحق التهجم او لا اما بالنسبة للقمر الطائي يا حبايب في النزل شوية استوريات فهذه الاستوريات موضح ان هي الزعلانة شوية وقاعد تسمع اغاني حزينة وعن فراق الحبيب بالنسبة وقاعد تصرخي يا حبايب اعم تفرغ الطاقة السلبية راح احطكن السورية تشوفوها 1 راح اعيط واطلع كل الطاقة السلبية اللي عندي اوكي 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 ننتقل حاليا للتهجم المرعب اللي تعرضت لنورستار تهجم شكل مو طبيعي يا حباي بعد تنزيل هذه الصورة شوي طالع من صدرها في الكومنتات اللي جديها انه هذي طريقة اللي قاعدت سويها على مود نوعا ما تحمسين اللي كلب مالتش غلط وهم الكومنتات صار يسبوها ويتهجموا عليه مثل ما شايفين فكتونا الكومنتات هل استعقدت هذا التهجم تعرضت له والسر التهجم يا حباي في اميرا اللي حسينها ما تعرضت له تهجم بسبب القاعدة اللي قاعدتها بالصورة المتابعة صارت تهجم عليها لان محمد كريم انتقت هذه القاعدة بالفيديو مالت الأخير ولكن على غير ابني واسرة محمد كريم في نزل هذا المقطع يا حباي يبلغنا المتابعين توقعوا انه هو يصد حبيب اميرنا الجديد انه منوعا ما قاعده قصفه ويهدده نحطي كتوك على اغنينا منوعا ما تبين انه هو الاساس بالأصل أبقى 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 أنا تاجر راس راعبهم اسميك جابك علي شبيك اقعد يا عم حطنا حباي بيكمنتات استحق قاعد اميرا التهجوم شارككم بتيك توك محمد كريم وباختام عن باريش فيشيم يا حباي بستفرهم ويا بعض فباريشة ازا شوية تستورياتهم من داخل الطيارة وبنفس الوقتها من ازا شوية تستوريات من داخل المطار فوضحنا مسافرين ولكن محددها وين بالضبط بصول حباي بنصات المقطع اشتركوا في القناة وبس تشتركوا في القناة بقال بماية القصص احبكم مع السلامة